بلا ضرائب أو إيجارات يقف البائعون هنا على الأرصفة والطرقات خضار وفواكه وأسماك تباع هنا بأسعار أقل مما هي عليه في المحال والمولات لكنها تبدو معادلة صعبة عندما تعلم أنهم متجاوزون باحثون عن رزقهم لسد رمق عائلاتهم كم مرة من المرة يجون قواتنا لهم يجون بكل احترام وكل تغدير يا أبو هذا مكانك ما يرهم أصعد عن رصيف أصعد مكان نظامي أصعد فتح صورة عامة يعني زينة ما يفيد ثم وراء ما يروحون قواتنا الأمنية يرجعون يجاوزون على الشارع فمن يجي قام مقام والبلدية يعمون الكل ما يعمون إن هذا واقف في الشارع وهذا واقف وراء ملاحقة قانونية وإجراءات تنفيذية كر وفر بينهم وبين البلدية بدعوى تشويه منظر المدينة شوارع حيوية تروي قصص الفقراء في حاجتهم إلى كسب الرزق أمام عشوائياتهم والله إحنا صاحبين عوائل وشي أكيد إحنا نبيع هنا أم خضر بس إحنا مكاننا غلط الريد من الدولة توفرنا مكان إحنا ننقل به أحسن الله إحنا نظل إحنا ماذين الشارع وماذين الدولة هم أنا متأكد إذا يطلعونهم برعاية هؤلاء يبطلون العالم هؤلاء أنا أعرف خمس نفارات من عدف خمس نفارات بهذه العالم يعني المجموعة طلع عدف راتب رعاية والمئتين وسبعين ولو هي متكفية بس نقول الشي أحسن الشي البلدية تؤكد أنها لن تتهاون في إبعادهم والقائم مقامية تصر على إيقافهم وتغريمهم لكن ذلك لن يثنيهم عن مواصلة أعمالهم لكسبقوت يومهم اليوم بدأنا بطريق مغداد وإن شاء الله هذه الحملة سوف تكون شاملة لكل قواطع البلدية التي ضمن قواطع بلدية كاركوب ونحن نطالب من المواطنين الاعتناء بالأرصفة والحدائق والجزرات الوسطية وكل منتلكات الدولة لأن أصلا هذه الممتلكات والحدائق قضعت لأجل إعطاء جمالية المدينة والمواطنين أيضا افتتاح علوة النموذجية بإمكانها أن تستوعب الأعداد الكبيرة للبائعين المنتشرين في مناطق متفرقة من المدينة مع ذلك قضية يبدو أن حلها لا يلوح في الأفق حتى اللحظة من كاركوك عبدالله العامري قناة الفلوجة